السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات كنتم نلقاكم هذا الفيديو باخر والاخر تكونوا تمام الصحة والافية وانتم كتشاهدوا الفيديو اليوم شكرا لتتبعكم القناة وشكرا لتعليقكم بزوين الكتخلوية دائما شكرا لكم بثافة البنات اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم فصلة جلابة البنت صغيرة مهم سوف نفصل معكم 10 سنوات ومن بعد بعدها سوف ندوز معكم الى بغيتوا البنات هذه المقادة 4 سنين سوف نشارك معكم غر واحدة ولكن كنين البنات اللي يكونوا عندهم البنات لا يعرفوش المقادة مثلا الى الاعوام كاملين المهمة 4 سنين 5 سنين ان شاء الله إلا بغيتوا الفصالة ديها خليه اللي يفتعلق ونشاركها معكم حتى هي حاليا غدا نشارك معكم هذه البنات بطبع الحلغة نشارك معكم الفصالة والخياطة دياله بالنسبة الخياطة هادي السلعة اللي قدرت ليها نخدمها بالصفيفة والكابل والعقيدة بطبع الحلغة بطبع الحلغة ونشارك معكم في الفيديو هل نشارك معكم طريقة الفصالة ومن بعد ان شاء الله نشارك معكم طريقة الخياطة لان نوركم الطريقة بكل تفاصيل هل كيف سنركب القوب وكيف سنركب السفيفة ونشارك معكم حتى هي لبطبع الحلغة في الخياطة دياله اجدد البنات أشارك معكم الفصالة تجلبك اشتركوا معنا حتى الخياطة هذا الشي لاش اذا نشارك معكم حتى الخياطة دياله ان شاء الله هالبنت المهم اول حاجة اذا نطوي التوب بالنسبة للتوب ماهل عندي في المتخاج هذا التوب رمش كوبه يعني رمش كامل اذا نقولك ماهل عندي في المتخاج دياله عندنا بنت متر ومص متر ومص في التوب بالنسبة للطول اللي البنت المتخاج دياله متر وثلاثين سنتين يعني اذا نقولك كيفاش غدا نخرج البياسة كامل كما تلاحظون انا هنا طويت التوب هذه الحشية ديال التوب يعني هنا عندي انا متر ومص الحشية ديال التوب ها هي كما تشوفوا ها هما جوج حواشي وهنا هي توب مثني على ربعة كما تلاحظون يعني ها التوب الأول التوب الثالث مطوي على زوج مفهم يعني وخليت هنا الحشية خارجة كما تلاحظون هانتو ما يبليكم سيان بحل ما هاكا يعني ها هوا ما التوب الجوج هنا الحشية للحشية وهذا التوب مطوي على زوج وخارج يعني داخل عفوان على الضوفة ديال التحت يعني هاذا ونخرج بنا الضوفة ديال الفوق قدرت التوب بهالطريقة بشي جيني ساهل اول حاجة غدا نحييط طول للبياسة طول كما بلتليكم عندي متر وثلاثين هاد البنية طوية شوية يعني يرات تقدر تلقى غير قلب متر وثلاثين متر وثلاثين سنتمت وزيد متر وثلاثين بتعدي متر وثلاثين حيثا نعمل وظيفة التوطة الثالثة من الأن ماشي من هنا ماشي من الحشية وإنما من هالتوب الثاني الثالث من هنا وادل ناخد الكتاف بالنسبة للكتاف عندي سبعتاش سنتيم سبعتاش سنتيم دورة العنق وادل ناخد سبعة سنتيم بهالطريقة هادي وادل ناخد من هنا اللي هنا يجو السنتيم في الهبطة دي الكاتف هالشكل هاذا وهناي كنهبط في ثلاثة سنتيم اعفون بجوج سنتيم 15 بنيا صغيرة بجوج سنتيم بهالشكل هاذا هاذا نهبط في الكتاف بستاش سنتيم في التركيز عفون بستاش سنتيم بالنسبة الربع عندي واحد وعشرين سنتيم طبيعة الحال كنزيد دائما كنزيد هنا في الربع بالنسبة للبنت دائما زيدي واحد سنتيم دائما كتزيدي بشكي عطك هنا هادلغون هادي كتكون مقادة وعدت التركيز بهالشكل هاذا سنتيمل بهالطريقة هادة كنت كنتى الهبط هناك 6 سنتيم بدرت 28 سنتيم سنتيمه هنا 21 سنتيم هناك البنت الوسوعية اطريقة أتيتها هناك 38 سنتيم ممكن تأخذ 38 سنتيم كما قلت لكم ممكن تأخذ 38 سنتيم لحسب البنت طويلة مثلا انا هذي طويلة غدل ناخد مثلا 37 و 36 حيثش طويلة 38 يعني اللي حسبتوا اللي بغيتوا الإيفازي بززاف يعني بوصل البياسة من اللي تحت تكون واسعة هتأخذوا 38 كاملة هتأخذوها 38 كاملة و بغيتوا الدرية صغيرة شوية لحسب طويلة البنت أنا هتأخذوها طويلة بززاف المهم طويلة على حسب السين ديالها طويلة شوية ضوك هتأخذوها 38 و 37 هتأخذوها 37 هتأخذوها 9 سنتيم اللي يزيد هنا في الجنب بشجنة تقطيعها بقاعدة و صافي هكذا البنت يعني الطويل كيبقى على حسب كيبقى على حسب الفصلة ديال البنت يجب على حسب من هذا الإيفازي هذا كيبقى على حسب تأخذ بيسا مطلوقة يعني هذا الفصلة يجب على حسب تأخذ بيسا و تدخل في الإيفازي بززاف و تأخذ بيسا تأخذ بيسا يجب على حسب كيبقى على حسب تأخذ بيسا و تأخذ بيسا تأخذ بيسا تأخذ بيسا تأخذ بيسا و الإيفازي و كما تلاحظو بهذا الشكل هذا نقطع بهذا الشكل هذا ميترونس كافية في بنية صغيرة يعني 10 سنوات ميترونس نحن نقول لكم كيفية نخرج القوب كيفية نخرج كل الشي بربي هاد الميتخاج اللي عندي وقبول هذه الغyanة كيفية نحن كتنى إن كنت اجتلك أحد لكم لاحظة اجتب تعمل نحن يختبون أنهي سبعة وثلاثة نحن نقوم بها نكون هنا لهاتف نقوم بقية ونقض نقوم بقية نقوم بقية نقوم بقية 0.10 سنتيم 10 سنتين تقريبا اللي طلعت ها هي مش كنحيدو الجليل ها تشكل هادا كنجي هنايا الضفات ديال الامان هادا نهبط هنايا 10 سنتين يعني بنسبة البنت صغيرة 10 سنتين كافية في الهبطة ديال العنق 6 او 7 سنتين موهم لحسب 10 سنتين كنجي هنايا كنجي هنايا كنهبط في الكتاب 1.5 سنتين كنجي هنايا كنجي ندخل هنايا في التركيز واحدة دخيلة اللي خفيفة كما تلاحظوا هادا صافي به هاد شكل هادا هادو هما هادو هما ساليس بيهم دا بغادي ندوز الباقي ديال التوب به هاد شكل هادا اول حاجة شنو غدا نخرج في الباقي ديال التوب غدا نخرج الكمان بالنسبة للكم عندي طول دياله عندي 53 سنتين كما قلت لكم بنية طويلة شوية بتز Melid والمر يبدو بالخروف في الدورة ديال الكمان عندي 14 يعني هنا ونعجرون الحد ديال تو跟大家 خيلي الام طويلة الاشته anger سوف نحبط هنا 16 سنتيم سوف نزيد فقط 18 سنتيم سوف ندخل ب 8 سنتيم بهذا الشكل هذا سوف نلاقي هذه المقطة سوف ندخل هنا سوف نخرج هنا سوف ندخل الغن بهذا الشكل هذا سوف نقاطي سوف نضيع سوف نضيع سوف نقطع سوف نقطع سوف نقطع سوف نقطع أنا رفيت رفيت في العبار كامل سوف نتمع أخرج سوف نضيع سوف نضيع هو حضر هذا سوف نضيع معدخل يجب أن نضيع تبستخدم سوف نقاط سوف ندخل من الوقت كيف سوف نأخذ أول حاجة هنا هذا الخط سوف نأخذ من هنا سوف نأخذ 34 سنتيم 34 سنتيم سوف نأخذ 26 سنتيم كافية 26 سنتيم سوف نأخذ من هنا 8 سنتيم ومن هنا 8 سنتيم ومن هنا 20 سنتيم سوف نحاول ندور 20 سنتيم كاملة سوف نشعر بحاجة 30 سنتيم جهة طريقة سهلة سابعة يجب لا تفهم طريقة نحن نضيف طريقة حاجة شكل نهائي الجلابه كما قلت لكم هذا نخدمها بات سفيفة هاي رقيقة كما تلاحظت سوف نشارك معكم في فيديو القادم مع شكل نهائي حيث بزفت البناس سوف نشارك معكم طريقة ونشارك معنا طريقة الخياطين واللوكي ووحتها في طريقة الخياطة وكيف يخدمون القيطان انا اتعمت اني نخدم بهذا القيطان هذا اغلبية سيأتي سهل هذا القيطان هذا كي يأتي سهل ان شاء الله ترقبوا الفيديو سوف نشارك معكم في طريقة الخياطة مع مجموعة من نصائح وشكرا لتتبعكم القناة ومتبخلوش قليل يابلي لايك ديالكم شكرا لكم بسلام عليكم ان شاء الله فيديو اخر بإذن الله شكرا لكم في رعاية الله